اسكات البنادق وصوت الرصاص مطلب شعبي طويل عمره في العراق وفي بلد تعيث فيه أكثر من ثمانية ملايين قطعة سلاح منفلتة بحسب منظمات حقوقية فإن الحديث عن الدقة العشائرية سيما بعد مرور أكثر من عامين على تشريع السلطات قانونا يجرم الدقة لا يزال مثار قلق واسع من حقوقيين ومواطنين بما يمثل تناقضا مع دولة المؤسسات والقانون الحكومة الجديدة بفريقها الوزري وتحديدا وزارة الداخلية فتحت ملف الدقة العشائرية وملفات أمنية واسعة الانتشار في البلاد أطلقها وزير الداخلية ضمن عشر توجيهات للشرطة تضمنت تشكيل قوة خاصة للدقة العشائرية عدم ترك أي شخص يهرب من القانون أينما يذهب يعتقل حتى لو هرب إلى خرج العراق جميع العشائر تجرم الدقة العشائرية كما وجه رسالة إلى الشرطة بعدم التردد في تطبيق القوانين عدم التردد في تنفيذ أوامر القبض بدون تأخير إلقاء القبض على جميع المتجرين بالمخدرات داعيا ترك المنصب الأمني لمن لا يطبق الإجراءات الجديدة والحفاظ على أمن البصرة وأمن أهلها مدرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن حسم 5993 نزاع عشائريا منذ عام 2020 أرقام يقول مسؤولون إنها تعود لاستقواء بعض الجهات على رجال الأمن وانتشار السلاح المنفلت فيما الحكومة التي دعهدت بحسب منهاجها على إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وبعد توجيهات وزارة الداخلية يفتح باب التساؤلات حول إمكانية تحقيق الهدف الأمني بإيقاف ظاهرة خطيرة على أرواح المواطنين وما مدى أن تتسيد لغة القانون الفصل في قضايا المواطنين بدلا من وجود دقة عشائرية لا أساس لها في أروقة المحاكم والقضاء شكرا